هنروح بعد كده انت يعني يعني كمان صعب جدا عملت كذا دور في دراما رمضان والأدوار الحياة متباينة ومختلفة جدا يعني انت في محارب دورك بقى كلمنا عن محارب انت لسه بتصور فيه أصلا لسه بتصور في محارب وبتصور لسه في جودر جودر ان شاء الله بنستكمل تصوير لكن بعد العيد ان شاء الله عشان الخمستاشر التانين مش عارف معد عرضهم امتى لكن يعني المسلسل 30 حلقة مش خمستاشر بس سيزون 1 خمستاشر حلقة فبس بعد العيد لكن بستمر لتصوير جودر محارب اياسف دلوقتي هو محارب عمل مختلف بقى عن الاعمال دي تماما هو عمل مسلسل شارع يعني مسلسل عن البطل ابن البلد الشعبي اللي بيمر بظروف كتيرة جدا يعني بسبب ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وفيه شقة كبير جدا في المسلسل وده يمكن اكتر حاجة محبباني فيه خاص بالصعيد بانه البطل ده اصوله من الصعيد فهو يعني بيستعين باهله اللي في الصعيد دول علشان يقدر يواجه المشاكل اللي عنده فانا استغربت اصلا من هما يعني يكلموني علشان دور صعيدي يعني يمكن دي كانت اكبر مغامرة السنة دي كنت يعني عامل شايل حسابها لانه انا يمكن ملامحي ممكن تبقى بعيدة شوية عن فكرة تقبل بالزبط ما هو ده اللي انا قلت النفسي وده اللي هم قاله لي الله يرحمه طبعا اصيزنا عبدالعليم يعني لا نقارن به اكيد عايزة اكمل كلمي معاك بس الوقت طبعا وانت عارف السياف برضو بتاع مصروف بتقاعد هنا في تساع احيانا بس سريعا سلة رحم كمان وجودك فيه دور اجتماعي لطيف جدا يعني سلة رحم بقى عمل ما بين البنين لانه انا يمكن اهم حاجة بلاحظها في ردود الافعال انه الناس ما صنفتش اي شخصية في المسلسل ده لانها شغيرة او طيبة هو عمل بينائش الانسان لما بتحط في اختباره علشان خطر يرتكب افعال لا اخلاقية او لا دينية او افعال تبدو للمجتمع او للقانون ان هي غلط لكن هو عنده مبررات ليها فبالتالي هو الشخصيات دايما ماشية ما بين الخطأ والصواب فما فيش فيهم شخصية وده الحمد لله كان محسوس جدا من كل الشخصيات اللي في المسلسل اولا من حسيم اللي هو يد نصار كل الشخصيات محمد جمعة انا نفسي اكمل كلامي معاك بس الوقت للأسف لكن يعني كلمة كده في عشر سويني تقولي لو انت ناقد انت ناقد على نفسك رتب الشخصيات اللي انت عملتها اعمل لي واحد اتنين تلاتة اربعة في اللي انت شايفه بعد ما خلصت صلة رحم زياد بتاع صلة رحم ده اكتر شخصية اعتقد يعني او اتمنى ان هي تكون وصلت للناس بشكل كويس الشخصيات التانية بتاعت محارب جمال جمال المحاربة ثلاث شخصية اشمع اشمع ورابع شخصية نزار نزار اتمنى لك التوفيق واعتقد ان هي كانت فرصة حلوة انك تطل علينا وجه مصري عاملت وانت كنت مبدع ايضا قبل كده في الاختيار وبالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا وبالراحة لأسر جلال في جودر هنا في الجزء التاني فيه بالراحة بالراحة ع الراجل يعني انت معذمين وتعذيب مش بطل ليستحمل الفنان عابد عانني هي دي الدراما وهو ده الفن ان انت تفضل تقدم اجيال وأنك تعمل فن حلو وتعمل كتابة حلوة